السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد مرحبا بالميمة اللي ينتبعيني بصحابتي الزوينات ببنياتي إحدى هما اللي كيعشقوا هذ المسلسل ومتبعينه وبغين يعرفوا الأحداث الحلقة الأخيرة وأيضا الناس جداد لأول مرة كيزروا قناة كنقول لكم مرحبا بكم دائما قناتي هي كتقدم جديد الموضة جديد اكسسوارات أكابيجو وأيضا جديد المسلسلات والأفلام المغربية وقبل ما نبدأ وكيف ديما دعيوتي لكم عن ظهر الغيب دعيوتي لكم الزوينة كامل الناس اللي كيشاهدوا هذ الحلقة وكيتبعوها وكيتفاعلوا معاها دائما دعيوتي لكم الله يفرحكم الله يصلح أحوالكم الله يصلح لكم الوليدات الله يشافي كل مريض واللي عنده شيدين يا ربي يفرج عليه ويفكها في هذ نهار العيد إن شاء الله يا ربي واللي كيتمنى شي حاجة يا ربي يحققها واللي كيتمنى الدرية يا ربي يحل حزانها يا ربي فمرحبا بكم اليوم الأحداث مشوقة مشوقة كيف ما شفتوه في نهاية الحلقة 29 سي عمر المعطاوي اكتشف الحقيقة المرة دي اللفعة واللي فعلا عيط عليها باسمية اللفعة وهكا أختي وخواستي مبقى ميد درق مباشرة سي عمر المعطاوي يدخل عندها ودار فيها دورة خيبة وفوق هاتشي هزليح ويجها وبدك يرمي فيهم وكيقول ليها خرجي علي يا منظاري وانتو ما عارفين أخوتي أخواتي بالنسبة للباتول هي علش كتدير هاتشي الباتول ما هم هاتشي حاجة فقط همها الحب دي العمر المعطاوي وغادي تقولها لي غا تقول لي أنا هاتشي كله كنديره على قبلك هاتشي كله كنديره حينت أنا كنبغيك ونتعمر شي نهار ما أحسيتي بيا المهم أخوتي أخواتي الأحداث غا تكون متوترة بزاف من ضمن هات الأحداث هو أن يوسف غادي يكتشف بالحمل دي الأختو أنه عندها علاقة مع حامي وغادي يمشي عنده الباتيسري وغادي يشنق عليه ويعيره ويتضربه ويعيه توريا من غتشوف هادك الشي هادك المنظر غادي تصدم وغا تبقى تبكي لي أنه ما غادي تقول غادي تبقى عطيها غير اللبكة ما زال ما زال أحداث مشوقة ما زال غادي نخلي لكم تصاور دي الأحداث الحلقة الأخيرة اللي ما غاديش تصدقوها من ضمنها أن هند وحليمة إنفوا غادي تنشر الخبر وغادي يعرفوا أن الخيانة ديالها مع المهدي غادي عرفها سيعمار غا تحزح ويجاء وغا تهرب يومها ويرجعوا للدار ديالهم لكن غادي يرجعوا بقوة لأنهم غادي يرجعوا معه ولد المعطاوي الصغير أو للواليد الشرعي طبيعة الحال ديك الساعة من اللي غادي يرجعوا غادي يكون عمر المعطاوي التوفى وماز وهنا كيفما كتشوفو هند لابسة حق الله في المقبرة هي والواليدة ديالتها طبيعة الحال تواحد ما غادي يصدق وغاديش يصدقوا بأن هذا ولد المعطاوي ولكن غادي تدار تحاليل ديال الادئين وغادي يتبت أنه ولد المعطاوي الصغير صراحة اللي بغيت نقول لكم أن النهاية دي الحلقة الأخيرة غادي تكون نهاية مفتوحة ما زال ما زال بقى في جعبة صور حصرية لأحداث الحلقة الأخيرة واللي مباشرة كيف كتشوفو الصورة مباشرة كيبال لكم التوقع وأنه أشغد يكون في الحلقة الأخيرة اللي بغيت نقول لكم أن أحداث الحلقة الأخيرة خلاها المخرج مفتوحة لأنه هذا شمل على كيف ما ذكرت أحد الفنانات أو بطلة المسلسل المكتوب قالت أن المسلسل إلى نجح غادي يكون فيه جزء ثاني بالإضافة إلى أن النهاية غادي بقات مفتوحة غادي ندوزوا داباء السالمة وواجنه دارس مع حميد اللي احتى هي غادي ما غاديش توقعوا أشنو عملو وحتى النهاية دي الباتو را بق ما ذكرت هاش لكم فابقا معايا كيما قلت لكم الأحداث مشوقة بالنسبة السالمة احتى هي غادي تعرف الخيانة دي الحميد وأنه حاملة معه تورية وللأسف سالمة ما بغادش تنازل لحميد لأنها كتبغي لأنه كيعوض الحب دي الأم لأنه كيعوض الحب دي الأب فاظونك غادي تنهار وما غاديش تخليهم على راحتهم وغادي تبغي تنتاقم منهم يعني غادي تسبق النهاية مفتوحة ما بين سالمة وتورية وحميد رغم أن حميد غادي تشد في الحبس وغادي يخرج منه المهم حميد من غادي تشد في الحبس غادي يفرش حتى الباتول لكن الباتول ما غاديش تشد في الحبس لأنها غادي تخبر ولكن دائما انتقام ديالها من هند غادي بقى شاعل وغادي بقى خدم وغادي تبغي تنتاقم من هند خصوصا كيف ما شفتو هند رجعت الفيلا رجعة قوية مع الوريد الشرعي أما بخصوص ناسيمة فناسمة هي غا تبقى مأطرة بالصدمة أول حاجة الصدمة واحتى سالمة صدمة ديال الموت الأب ديالهم أول حاجة يعني جاك خيز بحكم هاد المشاكل اللي داز واللي اكتاشف وعادة باش الصدمة أنها حتى هي ممتوقعش وما دخلاش لها الراسة أن المهدي كيبغي يهيند سالمة ما غا تبغيش تدخل لها الفكرة وما غا تقبلهاش ولكن خصوص سالمة كيبغي تقولها فيقي هاد الشي ديكين ره ما تبغيكش ره تبغي يهيند حتى هي غا تنهار وغا تصاب بأزمة نفسية غا تقدر أنها تخليها تفكر غير في الانتحار أما بالنسبة المهدي فغا تبغي يشوفها وغا تتلقى وحدة البحر باش يفكروا في العلاقة ديالهم واشنو غا تديروا في هاد العلاقة واش تكمل أوليك نتاهي يهيند غا تتمشي وتخليهم ما غا تبغي لأنه صاف يعني العلاقة هدا وحدة لأنهم كانوا السبب فأنهم سي عمر يعني كانوا السبب أنهم بسببهم سي عمر تخل في حالة دياللاك خيز وبسببهم غا بي يموت لأنهم غا تيش يتحمل صدمة صدمة كانت قوية عليه فضونك يعني كل شي كان متوقع أنه يهيند غا تزوج بالمهدي ولكن للأسف ما كينش هاد الهضراء اللي هيند ما غا تزوج بالمهدي لأنها غا يبقى يأنبها ضاميرها وغا تبقى دائما يعني كتشوف في المهدي خصوصا من اللي غا يموت عمر المعطاوي غا تبقى تشوف يعني للتزوجة بالمهدي فضونك غا تبقى تشوف أنه هي السبب اللي بسببها يعني يخلوا أن نسي عمر المعطاوي يموت بهاد الكخيز فضونك ما قلت لكم النهاية مفتوحة وعكس تطلعات الجمهور المغربي وحتى الجمهور المغربي هكيد ما غا تحجبوا النهاية يعني دائما إحنا مني أنا وجبد دائما كنبغو النهاية تكون سعيدة خصوصا دي البطل والبطلة يعني في الأخير أنهم كي يعني سا فيه كي يرتبطوا ببعضياتهم وكي حقوا أحلامهم وكي قضوا على الشر هاكو كي يعيشوا حياة سعيدة لكن في النهاية المغربية دي المسلسلة دي المغربية أو للأفلام المغربية دائما كتكون نهاية مأساوية وهنا في المسلسل دينا النهاية أبقات مفتوحة ومعلقة على أساس واش غا تكون الجزء الثاني أولا ما غا تشيكون أكيد أكيد نهاية المسلسل هي اللي غا تحدد لنا أشنو غا دي يكون أخوتي 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 أتمنى لكل من ستة شي واحد من الشخصيات المسلسل المكتوب من أفطال المسلسل يعني كل واحد أه بقات فاطمة ودريس بطبيعة الحال فاطمة ودريس قروا أنهم صافي يخرجوا من هذه الدار ويعيشوا حياتهم ويبدأوا حياة جويلة وحياة جديدة فنتمنى يا ربي حلقة اليوم أو للحلقة الأخيرة أحداث نهاية مسلسل المكتوب لنالإعجابكم وترضيكم واللي كان كيتمنى شي توقع آخر أو لشي توقعات أحداث غير هاد الأحداث فيخلي لنا التعاليق ويقول لنا أشنو كان كيتمنى أو لا أشنو كان كيتمنى أننا في الحلقة الأخيرة تكون فاحنا ديما المغالبة كنبغو النهاية على هاوانا فخلوا لي التعاليق كل واحدة تكتب ليها عشنو كان تبغي يكون في هاد الحلقة الأخيرة ودائما ندوزوا المجوهرات وذهب فرنسا أكا بيجو الإكسسوارات ديالو اللي ما كتموش واللي موضيلاتها كيبقوا ديما والدايم الله اللي بغيت نقول لكم أن هاد الشركة فرنسية وأن مجوهراتها من 1959 وبقى لحد الآن كتداول هشوفوا بحل هاد تقم ديالك السنسلة الكافينا يعني قديمة ولكن باقة جديدة صرت لسان بالحتى هي هاد الكوغميت ديال تساعد المجرد تيغزالة والطب سوية عندنا الماكياج عندنا كل شي كايم أي وحدة هادي كنسموها السنسلة ديال ريالات وتمان ديالة خمسمية درهم معايا هاد البراس اللي مشبق والعلاقة ديالو حتى هو تقريبا العلاقة ديالة تلتمية وسبعين درهم دونك يعني تواصل معايا سيغواتها بالناس اللي كيقول يتواصلنا معاك وما كان جاوبونش فدونك كان بنات خلول لي رسالة في الواتساب أي رسالة كتدخل عندي الواتساب أكيد كان جاوبها وكنخلي لكم تصور ودي فيديوات على الاكسسوارات ديالة وكنعرفكم أكثر على الشركة بالنسبة لنا نحنا كانت واجدوا في مدينة كذا وبالطبط في حي القدس حدا ديور المعطار الناس اللي بغويجوا عندي مرحبا بيهم وآلف مرحبا اكسسوارات زوينة ما كتكشفش ما كتبياتش لاغاغونطي عمي بيها شقي بيها ديرها في جابي رشي على الريحة كتبقى كما هي بنفس اللون بنفس لاغاغونطي بنفس الجودة واللي زوين أن هاد المجوهرات كلها كتشبه للدهب المغربي يعني قاع الكسسوارات كتلقي هاد الموديلات بياس يونيك يعني ما كتلقيهاش في البلاكيور كتلقيها فقط عند الدهيبية فاللي بغد شي حاجة توصل معايا فالرقم الهاتف اللي هو 06-72-875-83 وشوف معايا هنا صور لنجوم مسلسل بنات سلامات أبو البنات أيضا النجوم دي المسلسل المكتوب بالإضافة إلى النجوم المسلسل العامل اللي فات دي المبنات العساس كلهم لابسين من إكسسوارات أكابيجو بالإضافة إلى بزاف موديعات مغنيات يعني بزاف الموديعات المغربيات اللي كتلقوهم لابسين من هاد الإكسسوارات هاد لقوهم متل دي العنقلي دي اللي بول راح دير 660 لابسها هاد الممثلة ودائما كنقول لكم يعني كنصفطو لجميع المدن المغربية وأيضا الدول أوروبا وأمريكا والخاليج نعاود نقول لكم الأتمينة باش هكال تكون سهل عليكم وتكونوا عارفين الناس دي الأوروبا كنصفط لهم بالبريد العادي 25 أورو وبالبريد الساريح كنصفط لهم البريد السريع يوصلكم على خمسة يوم هذه السنسلة في حياتها هي غزالة غزالة وروعة المهم اللي عجبتها شي حاجة بنات تواصل معي وبالنسبة الناس ديال كازا يعني مشيت شو واحدة تشوفوا تقول الله انا بعيدة لا وخذت كوني في مكنتي عندنا اللوكس ديالنا عندنا الامانة كتتخدم معنا عندنا الليفرور كي يخدم معنا دونك لكم يالك يوصلك في يعني في اربعة وعشرين ساعة انا كنظر على الناس ديال داخل المغرب لك همون ديالك يوصلك على اربعة وعشرين ساعة اولا نقطة واحدة اللي نقدر نشرح المستبعات ديالي بالنسبة لهاد المجوارات الى كانت سلعة في سلطوك را كتفصلكم على اربعة وعشرين ساعة كانت سلعة مازالة في لغي فاج او لما زالة مدخلتش من فرنسا دونك كتسنو معنا شو بيا هادش اللي كان لبناز مرحبا بيكم ودائما الله يفرحكم والله يسهل عليكم ومن تنسون شبه